خسر المنتخب الوطني من مضيف السنغالي بضربات الترجيح في إياب الدور النهائي من التصفية الموهلة لكأس العالم 2022 كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتقدم السنغال بهدف النظيف وهي نفس النتيجة التي فاز بها منتخب الفراعنة في مباراة الدهاء ليحتكم بذلك المنتخبان إلى ركلة الترجيح والتي اتسمت للمنتخب السنغالي ليتأهل إلى المونديال كما تاهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم 22 بعد تعادل مع مضيف نيجيري بهدف لمثل في إياب الدور النهائي من التصفيات كانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل السلبي على الأراضي الغانية ليصعب بذلك منتخب غانا للمونديال مستفيدا من قاعدة للتسجيل خارج الأرض تاهل المنتخب الإماراتي إلى ملحق التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 22 بعد فوزه على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات وبهذا الفوز حصد منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى ليضرب بذلك موعدا مع نظيري الأسترالي في مباراة الملحق ذكرت تقارير صحفية أن الدولية المصرية لعب نادي أرسنل محمد النيني يقترب من مغادرة الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري وقالت شبكة سكاي سبورتس قالت أنه لم تحدث مفاوضات بين النيني وإدارة الأرسنل حتى الآن حول مسألة تجديد عقبه الذي ينتهي في شهر يونيو القادم انتقل النيني إلى أرسنل في يناير من عام 2016 وخاد مع الفريق 140 مباراة في مختلف البطولات يسجل خمسة أهداف وصنع تسعة مريرات حاسمة في انتهت القولة الرياضية مشاهدي الكرام نعود للإستكمال ما تبقى في نشرتنا إليكم شكرا لك مصطفى